مبارح كان اجتماع الفيدرالي الأمريكي وقررت لجنة السياسات النقدية بالفيدرالي إبقاء سعر الفائدة عند المستوى الحالي ويلي هو بين 5.25 و 5.5% طيب ليش الفيدرالي ما نزل سعر الفائدة؟ لحد هاللحظة التضخم بأمريكا مرتفع والبيانات اللي عرضها الفيدرالي أكدت للعالم أنه لسه في فترة أطول من تشديد السياسات النقدية لهيك ما كانت مفاجأة لحده أنه الفيدرالي سبت أسعار الفائدة وبحسب استطلاع الرأي للخبراء الاقتصاديين أكتر من 90% من المحللين اتوقعوا أبقاء سعر الفائدة عند مستوى طيب شو حيكون تأثير اجتماع الفيدرالي على اجتماع البنك المركزي حاليا؟ تثبيت سعر الفائدة بأمريكا بينعكس على كل الاقتصاد العالمي لهيك حتلاقي المركز الأوروبي وأغلب البنوك المركزية رافع أسعار الفائدة لمستويات قياسية وبنصر الموضوع له أكتر من بعد أولاً الوضع الاقتصادي المصري الاقتصاد المصري حالياً عم بيعاني من أزمة لهيك المركزي المصري ما عنده حلول ولازم يسبت أسعار الفائدة لأنه قرار رفع أو خفض الفائدة مرهون بتعويم الجنيه لهيك غالباً المركزي المصري رح يسبت سعر الفائدة طيب شغلة تانية أطع الكهرباء اللي صاير بمصر شو أسبابه؟ كل العالم شايف أزمة نقص العملة اللي عم بتعاني منها مصر وهذا اللي مخلي الوضع الاقتصادي صعب ومخلي الحكومة تنجأ لكل الحلول الممكنة لتوفير عمولات أجنبية وواحد من أهم مصادر العملات الأجنبية بمصر هو تصدير الغاز خصوصاً هلأ بعد الزيادة الكبيرة بأسعار الغاز واللي وصلت لأكتر من 30% خلال آخر شهر لهيك الحكومة عم بتحاول تكسف كميات الغاز اللي عم بتصدرها لتقدر تجمع كمية كبيرة من العملات الأجنبية طيب شو اللي تغير وخلى الكهرباء تقطع إسرائيل من بداية الحرب وقفت واحد من أهم حقول الغاز عندها ونزلت صادرات إسرائيل من الغاز لمصر من 800 مليون قدم مكعب قبل بداية أكتوبر لصفر حالياً وهذا اللي خلى الحكومة المصرية تعاني من نقص بإمدادات الغاز لهيك قررت الحكومة المصرية تزود ساعات قطع الكهرباء بمقابل أن توفر سيولة دولارية أكبر خصوصاً بعد ارتفاع سعر الدولار بالسوق السوداء لهيك كانت الخطوة إجبارية لحتى تقدر مصر تحافظ على قيمة الجنة من الانهيار أنا لهون خلصت كلامي ما تنسى تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل زر الجرس مشان توصل لك فيديوهاتنا الجديدة أول بأول